السلام عليكم وهلوهلو جمع مباركة يا احلى اميرات وحشتوني جدا جدا مساء السعادة والجمال اهلا بيكم النهاردة وفي بيدي جديد شايفين كده البداية سيدة جميلة جدا بافكارها ومختلفة وعندها روتين قوي جدا وكل يوم بتدينا افكار روتين جديدة مع اولادها ومع بيتها سيدة مختلفة لانها بتعرف تعمل مسجمة بين كل حاجة بتعرف ترتيبات البيت والروتين بتاع البيت في نفس الوقت بتهتم بنفسها جدا وبتهتم باولادها فكرة ان هي تقدر تعمل حاجات مشغولات يدوية باديها سواء الخيوط او التفصيل شفنا لها فيديو قبل كده مع بعض وانتو حبيتوه فحبيت انزلكم لها افكار كمان مع بعض النهاردة تعالوا انتابع مع بعض الفيديو هستنى لايكاتكم الجميلة ويتعليقاتكم الحلوة واكيد طبعا اشتراكك في القناة ويشرفني وجودك معانا لو اول مرة تشوفي القناة وعجبك الفيديو ما تنسيش السابسكرايب لتحت الفيديو وكمان تكتبي لي تعليق علشان ارحب بيك ان شاء الله في الفيديو الجاي باشكركم على كل تعليقاتكم الجميلة ولايكاتكم الحلوة استنى لايكاتكم يلا النهاردة كمان ونبدأ مع بعض كده الفيديو كل جزء منها هنعيش معاها كأنه يوم منفصل بافكار مختلفة يعني بداية كده اول ما بتصحب نشوف اهتمامها بان هي تدي طاقة لنفسها علشان تبدأ يومها سواء ان هي تحمل لها بقى تقوص زي ما شفنا في اول الفيديو الشموع والحاجات بتاعتها او كمان ان هي تهتم اهم حاجة عندها ان هي تعمل روتين تنظيف كده لبشرتها وتهتم بنفسها عشان تبدأ يومها وكلها طاقة وخلال اليوم بقى بتقسم المهام حاجات ان هي تعملها طبعا حاجات اساسية حاجات البيت الاكل والتحضيرات بتاعت الاولاد والحاجات دي كلها وحاجات هوياتها زي ما بقولكم حاجات اللي هي بتعملها المشغولات اليدوية بتاعتها سواء الحاجات لصوف شفنا الخدادية اللي كانت في اول الفيديو ممكن تعمل حاجات حاجات بلصوف ليها او لأولادها كمان فدي كلها من الحاجات اللذيذة بحب اول سيدة اللي بتبقى عندها هوايات كتير وعندها كل حاجة تقدر ان هي تعملها في البيت عندها كهربا ماشي بقى انجارة ودهانات ويبقى ليها طاقة لكل حاجة بيادة بتبقى من السيدات الجميلة اوي اوي كمان برضو حبها دايما ان هي تعمل تغييرات في بيتها يعني مثلا التابلوهات دي كانت هي اللي عملتها برضو حبت بعد فترة ان هي تغيرها نشوف في اخر الفيديو شوية ازاي هي بدأت تعملها بنفسها ومساعدت بناتها كمان لكن حبت ان هي تضيف لها لمسة بعد كده استخدمت ورق الدهب خلت استيل التابلوه كله باللون الدهبي وكمان حبها برضو ان هي زي ما بقولكم ان هي تهتم بنفسها طول الوقت تعمل الحاجات اللي هي بتحبها زي الموسيقى كمان برضو من الحاجات اللي بتشغل وقتها بيها ودايما كده زي ما انتوا شايفين وهي وقفة في المطبخ وبتحاول ان هي تعمل كل الحاجات النواقص عندها مثلا ان هي تكملها حاجات محتاجة تنظيم او ترتبات تبدأ ان هي تعملها من شرط ان هي تخلي كل المجهود كله مرة واحدة دي برضو من الحاجات اللي نحاول نخلي بالنا منها عشان ميبقاش مجهود كتير علينا طول الوقت فكرة ان هي دايما تعمل لهم تحليات او تعمل لهم حاجات هم بيحبوها بتلكم في اول الفيديو هي يعني شطورة اوي بتقدر ان هي تعمل كل حاجة توفق ما بين حبها مثلا للخياطة زي ما احنا شايفين وتعمل دايما تفصيلات حلوة لها والاولادها او ان هي تعمل حاجات بالخيوط ان هي تعمل دايما حتى اجواء حلوة شوية شموع كده وتقعد قدام التلفزيون تستمتع بي حاجة تكون بتحبها بعد ما بتخلص يومها فلزيز اوي ان هي تعمل الميكس الحلو ده ما بين الحاجات بتاعة البيت الاساسية وفي نفس الوقت عشان تدي طاقة نفسها ان هي تكمل يبقى فيه وقت مخصص لها هي كمان زي ما احنا شايفين برضو كمان اول ما بتصحى من النوم لازم تعمل ماسكات لازم تعمل حاجات غسول للبشرة تحافظ على نظارة بشرتها ووقت ما هي بتستمتع بالماسك بتاعها في حاجات هي لازم تكتبها على طول في النوتس عندها ترتب الاولويات بتاعة اليوم والحاجات اللي وراها وزي ما بقول لكم كده يعني من اكتر الحاجات اللذيذة تخصيص وقت لها بنحاول كده ان احنا يعني حتى لو هنخلي وقت صغير اوي نبدأ بيه يومنا علشان تقدر ان هي تكمل بقية اليوم وهي كلها طاقة من الحاجات الحلوة كمان زي ما انتو شايفين لما بتبدأ ان هي تمسح اي حاجة موجودة عندها في البيت من الاساس بتخلي الفوطة بتاعتها بيكون عليها اي حاجة عطرية علشان تدي ريحها للمكان بدأت تمسح كل البيت عندها من كل الاتربة الشبابيك والبيبان وكل الاساس اللي موجود وبعدين بتبدأ طبعا هي تعمل الاكل بتاع الغدا يعني تتخلص بقية الروتين والحاجات الاساسية بتاعتها طبعا بيه اكلات ويه حاجات خاصة بالثقافة بتاعتها ممكن تكون غريبة شوية علينا لكن برضو هي بتقدر ان هي تنوع دايما كمان في اكلها وبعد ما بتخلص زي ما انتو شايفين تبدأ ان هي تدخل على الحاجات اللي هي حبها زي ما فصلت الهدوم بتاعتها وان هي تهتم بكل التفاصيل الخاصة بيها كمان تعالوا كمان برضو نشوف شوية تفاصيل كده حبها ان هي دايما تجدد النوت بتاعتها بشوية حاجات كده من بره وبدأت ان هي تعمل زي ديزاين كده للحاجة الجديدة اللي هي هتعملها بالخيوط بدأت ان هي تعمل حاجة خاصة بيها هي كمان زي ما عملت لبرنوتتها وزي ما عملت الخدادية اللي شفناها في اول الفيديو يعني فكرت ان هي تعمل شكل معين تكتبه وتصممه وبعدين تبدأ ان هي تنفزه كانت برضو من الحاجات الحلوة وكمان هنا في الجزء ده هي بدأت ان هي تشيل بعض الحاجات زي طبعا احنا الدكورات اللي هي كانت عاملها بتاعت السنة الجديدة والاحتفالات بتاعتها فحبت ان هي تشيل الدكورات اللي كانت عاملها شوية ادوات وشوية حاجات عاملها زحمة في المطبع بتاع حبت ان هي تشيلها شوية وتوسع مكان اكتر لحاجات تانية بس فكرة التغزين نفسها قد ايه حلوة الحاجات اللي هي تكون مأمناها اكتر بالحاجات اللي هي حاطتها في البوكسات وان هي تغلفها كويس وتحتفظ بالحاجة بتاعتها تكون بشكل يكون امن دي برضو كانت من ان حاجات المهمة بتاعتها وبعد ما خلصت اليوم بالتفاصيل بتاعته حبت ان هي تقضي وقت مع اولادها ويكملوا بقية يومهم برا بكمان البلوزة الحلوة اللي هي بدأت تعملها بالصوف وكمان اهتمامها ان هي دايما يكون عندها جو ويكون مخصص كمان لأولادها حتى لو برا البيت ووقتي كل يوم تعالوا نشوف كمان معاها من افكار ديكوراتها بدأت ان هي تعمل شجرة لذيذة قوي في البيت جابت هنا الغصون اللي هي بتاعت الشجر وبدأت ان هي تحطها في الفوزة الكبيرة وهي بنفسها اللي بدأت تعمل من القطن شوية من الحاجات كده على الشجرة دي كانت شكلها حلوة قوي وكمان كانت مختلفة وكمان بدأت تستغل الموهبة اللي عندها الخيوط المرادة ان هي تعمل عروسة او زي دبدوبة كده او لعبة كمان لأولادها تبدأ ان هي تخلص روتين التنظيفات وروتين بتاع التاجيزات بتاعتها خلال ما اولادها بيكونوا في فترة المدرسة الصبح تبقى كل حاجة خلصتها بجد هي شاملة لكل حاجة زي ما قولنا في اول فيديو اهم حاجة ان احنا استفاد بيها من الفيديو ان احنا نقدر على قد ما نقدر يعني نخصص وقت نفسنا عشان نقدر ان احنا نكمل بقية اليوم وبقية المهام بتاعت اليوم وكمان لو عندنا اي موهبة او نحاول نستغل اي حاجة ان احنا نتعلمها نقدر ان احنا نستفيد بيها سواء لنفسنا او تبقى حاجة كمان ممكن تسويقيا ان احنا نقدر تبقى مصدر دخلي لكم كمان برضو من الحاجات اللذي تقوي بعرفة ان كلكم مواهب وورتوني حاجات كتيرة من اعمال ايديكم على الجروب بتاع الواتس واتمنى لسه ما منضمش لنا يدخل ويشارك معانا بقراءة والحلوة بجد كلكم عندكم مواهب حلوة قوي كلكم عندكم افكار جميلة يارب دايما كده يسعدكم بحياتكم ويهنيكم دايما ويديكم كل حاجة حلوة احلى امارات في الدنيا دا كده كان فيديو النهاردة اعسيبكم في الاخر تستنتعوا بالصوت الاصلي للفيديو مع السيدة الاساوية الجميلة اللي كانت معانا النهاردة لان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتم منه ولو بحاجة بسيطة تقدر نيتغير حياتكم للافضل وبيتكم كمان للافضل والاحلى دايما اشكركم على حسن المشاهدة استنوا لايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة بقى على الفيديو نتقابل بكرة على خير ان شاء الله بفيديو جديد وبسيدة جديدة وبأفكار جديدة ان شاء الله شوفكم على خير الفيديو الجاي وسلام اشتركوا في القناة 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 شكرا للمشاهدة